حبابي الحلوين سنة تانية ابتدائي النهاردة هنحكي عن واحدة اسمها طبيثة طبيثة دي كانت بنت طيبة جدا كانت بتحب ربنا وبتحب الناس معنى اسمها معنى اسم طبيثة يعني غزالة معنى اسم طبيثة يعني غزالة طبيثة دي كانت بتحب الناس قوي لانها كانت شطرة في النهية تفصل هدون كانت دايما بتعمل الامصال والفساتين وتديها للاطفال وللناس الفقيرة المحتاجة وحتى لو طلبوا منها اكل او طلبوا منها دواء كانت بتساعدهم اللي هما بيطلبوهم منها وفي يوم تعب الطبيثة ورقدت وفضلت تعبانة وقت وكانوا اصحابها والناس اللي هي بتساعدهم كانوا زعلانين عليها جدا ان هي تعبانة ومش قادرة تتحرك وبعدين بعد فترة ماد الطبيثة زعلوا عليها جدا وحزنوا جدا وقعدوا يعياتوا عليها لكن كانوا سمعين انه بترس اللي هو واحد من تلاميذ بابا يسوع كان في بلد جنب البلد اللي عايشة فيها طبيثة البلد اللي كانت عايشة فيها طبيثة كان اسمها يافا فرحولوا بسرعة وطلبوا منه ان هو يروح معاهم اللي هي كانت بتعملها علشانهم وكانوا بيعاياته وزعلانين جدا جدا طلب منهم بطرس ان هم يطلعوا ويسبون وحده واول لما طلعوا ركع على رجليه وصلى ربنا وبص على طبيثة وقال لها طبيثة كومي تفتكروا قامت طبيثة فعلا قامت طبيثة من الموت ورجعت تاني تساعد الناس وتخدم الناس وتعمل لهم الفساتين والحاجات الحلوة اللي هي كانت بتعملها وفرح كل الناس اللي كانوا بيحبوها اللي كانوا زعلانين ان هي ماتت فرحوا جدا انه ربنا استجاب ليهم وخليها قامت من الموت نتعلم ايه من القصة بتاعت النهاردة ونتعلم انه احنا لازم نساعد اي حد محتاج مشاعدة مش بس نساعد الناس القريبة مننا او نساعد اصحابنا لكن نساعد اي حد يطلب مني ان انا اساعده الاية بتاعت القصة بتاعت النهاردة بتقول ايه طوبة للذي ينظر الى المسكين في يوم الشرط ينجيه الرب يعني ايه يعني يا بخت اي حد بيبص على حد مسكين او بيهتم بحد مسكين حد محتاج مساعدة لو هو في وقت وقع في تجربة او احتاج مساعدة ربنا هيساعده لازم نتعلم من وحنا صغيرين ان احنا نساعد اي حد محتاج مساعدة مننا مش لازم يكون صاحبنا او قربنا علشان نساعده لكن نساعد اي حد سواء باكل سواء بفلوس سواء بحاجة تقدر اي حاجة تقدر تعملها لازم تبقى بتساعد بيها دي كانت القصة بتاعت النهاردة ترجمة نانسي قنقر